أهلا بكم في بلا قيود ضيف هذه الحلقة وزير داخلية بلد ضربته عواصف العنف من كل جانب فمن حروب أرهقت إلى احتلال قضى على مؤسساته إلى تفجيرات قضت مضاجع أهله في مساكنهم وأسواقهم أسأل وزير الداخلية العراقية سيد قاسم الأعرجي عن الوضع الأمني في العراق وتحدياته لماذا تستمر عمليات الخطف بالرغم من قوة وزارة الداخلية عديدا وعدة ماذا يقول عن اتهامات الفساد الإداري في دوائر وزارته وهل سيستمر التقسيم الطائفي والحزبي للسلطات في العراق هل ستختلف الأوضاع السياسية في العراق بعد الخلاص مما يعرف بتنظيم الدولة واستعادة الموصل أين يقف الوزير من الحشد الشعبي بعد انتهاء مهمة التحرير وهل سيكون للحشد دور في حالة اندلاع أي نزاع مع الأكراد سيد قاسم الأعرجي وزير الداخلية العراقية أهلا بك في بلا قيود أهلا وسهلا بحظة وتكوب المشاهدين الكوام معالي الوزير سنبدأ من أحدث التطورات في المشهد العراقي ما الذي حدث في كيركوك؟ الحكومة العراقية استعادت السيادة بسطت سلطتها على محافظة كيركوك بمنتهى السهولة وآخر التطورات الدولة العراقية تبسط سلطتها في محافظة نينوى وأيضا انسحابات كردية ما الذي حدث؟ ما هي المعلومات التي لديكم عن هذا الموضوع؟ هل يتعلق الأمر بقوة الدولة العراقية؟ أم هي تحالفات فعلت فيها عوامل داخلية وأيضا قوى خارجية؟ بالتأكيد أولا قوة الدولة العراقية ونحن نحقق انتصارات على تنظيم داعش الأرهابي واليوم الحكومة العراقية أقوى من النظر إضافة هناك عدم وحدة الموقف داخل إقليم كودستان كثير من القوى السياسية والأحزاب لم تكن راغبة بالاستفتاء ولم تكنها كحالة من الانسجام هذا بالتأكيد كان له أثر إيجابي بالنسبة لنا في انخفاض روح المعنوية للبيش موقع والاتحاد الوطني الكودستاني كان موقف واضح وليس مع الاستفتاء والكل يعلم حتى مواطني إقليم كودستان يعلمون أن كوكوك ليس جزءا من الإقليم وإنما هي منطقة متنازع عليها ضمن المادة 142 والمادة 142 لم تحسم لحد الآن وفيها ثلاث شروط فيها التطبيع والإحصاء وثم الاستفتاء وبالتأكيد لا بد أن تكون بمعنى أن الحكومة العراقية مستعدة من حيث المبدأ لمفاوضات على ترتيبات إقليمية معينة لكن ليس الانفصال أو الاستقلال نعم وفق الدستور الحكومة العراقية ملتزمة بمواد الدستور العراقي وإن كانت هناك لدى البعض ملاحظات هذا أيضا يتم التغيير أو تعديد الدستور وفق الآليات الدستورية التي حددها الدستور العراقي أما أن تأتي رغبة شخصية أو من جهة واحدة أو من حزب واحد بالتأكيد فسياسة الأمر الواقع لا نقبل بقصد الحزب الديموقراطي الكردستاني نعم السيد مسعود البوزاني كان هو صاحب هذا المشروع ولم يكن رغبة أبناء أقليم كردستان هناك من يقول أن سيد حيدر العبادي استغل هذه الخلافات وهذا الشقاق في الصف الكردي أنت قلتها بعبارة ديبلوماسية لكن اللي حصل أن الاتفاق الذي أبرم بين باظل الطلباني وبين القيادي في ميليشيا الحشد الشعبي سيد هادي العامري كان برعاية قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ماذا يعني ذلك؟ الأمر ليس بإرادة أو بتنفيذ عراقي لا صح لما أشيعة في وسائل الإعلام بأن هناك حلول ليست عراقية وأنا أطمئ أن المشاهد الكريم أن ما جاء في كوكوك وكان حلا عراقيا بامتياز حكمة الحكومة العراقية وإستيعابها والعقلانية في معالجة الأمر وكان السيد الرئيس الوزاوة دائما حازم في كثير من الأمور ولكن بعقلانية وبحكمة وبالتالي هذا كان له مودودات إيجابية حتى على قوات البشمرقة في داخل الإسليمانية وفي داخل أربيل ولو كان هناك عملية اتفاق كما سمعنا من الإعلام لما كان حاجة لتقديم هكذا قطعات من القوات العراقية سيد حيد العباري حازم خاصة باستناده إلى الدستور وبدعوته المفتوحة للحوار تحت مظلة الدستور لابد أن الحكمة العراقية وأن توزير فيها تعلمون جيدا في ظل كل هذا التأثير الإيراني والتنسيق مع الأتراك أيضا لابد أنكم تعلمون أن الأكراد مستعدون الآن لشكل من أشكال الحوار أم هل القنوات مسدودة في هذه الاتفاق يعني للحقيقة أن الحوار لم ينقطع بين الحكومة الاتحادية والإقليم لحظة دخول القوات العراقية إلى محافظة كوكو كانت الحوارات مستموة ولم تنقطع أطلاقا وكان السيد العبادي دائما يعلن أننا ليس في قطعة مع الإقليم ولسنا بحاجة إلى وسطاء والسبل والطوق مفتوحة للتواصل مع إقليم كودستان ولكن كنا نتمنى على السيد مسعود البوزاني أن يقبل بنصيحة جميع دول العالم ولا يقوم بالاستفتاء ولكن استعادة السيطة وفوض الأمن في كوكوك هذا شيء أفرح الجميع السيد العبادي قالها بطريقة أخرى قال طلبنا منهم أن يلغوا الاستفتاء لم يفعلوا ذلك الآن أعتبر الاستفتاء منتهيا من ينظر إلى حال العراق معالي الوزير وإلى التحديات الميدانية والسياسية التي تواجهها العراق أو يواجهها العراق كدولة وكحكومة نوعا ما يتساءل من أين أتت كل هذه السلاسة في إنهاء هذا الاستعصاء لنجم عن الاستفتاء لا شك أن الحكومة العراقية استندت إلى الدعم الإيراني إلى الدعم التركي أيضا في هذا المشأل كل دول العالم تقريبا كانت مع الحكومة العراقية وأيضا إيران وكانت تركيا أيضا مع الحكومة العراقية لم نسمع بدولة من دول العالم كان لها موقف لجانب أقليم كردستان ولكن السيد مسعود البارزاني كان يبألغ في القوة التي يدعي أن يملكها من البيشمرقة وأنه سوف يصمد وسوف يقاوم ولكن بناء أقليم كردستان هم سأموا هذه الطريقة من القتال والنزاع ولا يريدون سفق دماء جديدة والحكومة العراقية لن تشهر سلاح بوجه أي عراقي الأكراد قالوا لا نريد الحرب الأهلية لكن لا يمكن أن تنكر أن للأكراد حلما بالاستقلال الحلم شيء وتحقيق الحلم شيء آخر حقق الحلم عن طريق الدستوري العراقي هل ستتعامل الدولة العراقية الآن ونعلم جيدا حالة السلطة والسياسة والترتيبات السياسية في الحكومة الاتحادية هل هي مؤهلة وقادرة على التعامل والاستجابة للطموحات أو مجرد الحوار مع الأكراد أم منها ستعود إلى سياسة القبضة الحديدية؟ الحوار ما زال مطروح ونطالب بالحوار وبالتأكيد أنا قلت لجنابه كل مشاهد الكريم الحوار لم ينقطع أبدا والسيد العبادي أبواب مفتوحة لاستقبال أي وفد من أجل أن يكون العلاقة طيبة ما بين الأقليم وبغداد الحكومة الاتحادية وفق الدستور المظلة التي يجب أن نحتكم إليها الدستور العراق أنا حدثني معالي الوزير إلى شيء هو في صلب مهام وزارتك إذا استعادت أو إذا بسطت الدولة العراقية سلطتها على كيركوك والآن تمدها أيضا إلى نينوى والموصل هل وزارة الداخلية مستعدة للتعامل مع حاجيات المواطنين الأمنية وغير ذلك من الخدمات في هذه المناطق العائدة إلى سيادة الدولة إلى سلطة الدولة العراقية بالتأكيد من واجبات الحكومة الاتحادية وواجبات وزارة الداخلية الاتحادية هو بسط الأمن وفرض الأمن وتوفير الأمن المواطن العراقي لدينا قوات الشرطة الاتحادية وفرقة ترد السريع والشرطة المحلية اليوم الذي يمسك الملف الأمني في محافرة كيركوك هي الشرطة المحلية من أبناء كيركوك من الكردي والعرب والتركمان وأنا متواصل مع السيد قائد شرطة كيركوك منذ قبل اندلاع الأزمة وبالأزمة وفي الأيام الحالية وبعد عودة إن شاء الله الترتيبات معمولة والتوجيهات مستموة ونقف بوجه كل من يحاول الإساءة لأي مكون ولأي حزب ولأي جهة بعد كل هذه المرحلة سيد الوزير من تصرف الكرد أو الأكراد في مناطقهم وكأنهم كيان قائم بذاته كيف سيرضقون إلى التعامل والتصرف في إطار الدولة العراقية كإقليم وليس ككيان كما كانوا يطمحون حتى وقت قريب حدود الإقليم حسب يوم 19-2-19-3 2003 الخط الأزرق وباقي المناطق هي مناطق متنازع عليها وفق المادة 142 من الدستور العراقي يجب أن تكون الإدارة المشتركة بقيادة الحكومة الاتحادية لا نعترض على وجود إدارة مشتركة من أبناء هذه المناطق وليس من مناطق أخرى وبالتالي نحن من باب القانون والحكمة سوف نستوعب الجميع ونتعامل مع الجميع ونوفم الأمل للجميع لا نقص أحد لا نحاسب أحد على أي موقف اتخذه في جانب الاستفتاء مع الاستفتاء أو ضد الاستفتاء ولكن من يحاول أن يعوق للأمن أو يشيع الفوضى بالتأكيد سنوقفه وفق القانون ألا نتبع الحكومة العراقية أسلوب التهديد لأنه يعود إلى الذاكرة الآن الشكاوى التي سمعناها من مناطق أخرى من العراق من مركزية الدولة من عدم اهتمامها بالمواطنين في الأقاليم هل استعد سيد حيد العبادي لوضع كهذا أو عمل ليتلافاه في كردستان؟ أهم نقطة تم الحصول عليها في ظل هذه الحكومة الاتحادية هي إعادة الثقة ما بين المواطنين في هذه المحافظات والحكومة الاتحادية اليوم لو تعود إلى الأنباء وصلاح الدين والموصل لتجد مواطن هذه المناطق يتعامل بثقة عالية والحكومة تثق به سابقا كان ذلك الثقة معدومة وحالة من بعض عدم العدالة كان من بعض المواطنين أو من تصرفات بعض أجزاء الأمنية في الحكومة الاتحادية وبالتالي حصلنا إلى توتر أمني في كثير من هذه المناطق بعد الويل الذي لاقف أبناء الشعب العراقي في هذه المحافظات من تنظيم داعش الأرهابي ومجيء القوات العراقية وبالتصفيق والتهليل والاستقبال وأؤكد لك والمواطن والمشاهد المواطن العراقي والمشاهد الكريم لهذه القناة أن كثير من المعلومات الأمنية تودنا من أبناء هذه المناطق من أهل الموصل من أهل صلاح الدين ومن الأنبار وكذلك من كوكوك لا يعني هذا أن التحديات الأمنية انتهت وتعلم جيدا سيد الوزير أن الأنبار ملف لا سأدري هل ملف الأنبار تؤخره الحكومة لا تريد أن تقترب منه مخافة نكسات أو فشل أو إخفاق لا يوجد هناك تأخير وإنما هناك مواحل تم القضاء على تنظيم داعش في الحويجة لم يتبقى لنا إلا مدينة القائم وهي الحدود مع الحدود السورية الصفحة الأخيرة الاستعدادات جاهزة وكاملة وكل الترتيبات وننتظر ساعة الصفة من سيد القادر العام قوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي لتحرير مدينة القائم والوصول إلى الحدود العراقية السورية التعامل هو واحد مع الجميع ولكن بالتأكيد قطاعاتنا منتشرة في كثير من المناطق نحتاج إلى إعادة الترتيب وإعادة التنظيم وهذا لا يعني أننا القضاء على تنظيم داعش أسكريا بعدم وجوده في منطقة هذا أنه انتهى تماما طبعا إذا قضيت عليه في جبهاته في معاقله في الموصل يوجد في خلايا نائمة خلايا نائمة وهذا يتطلب مننا جهد استخباري كبير بالتعاون مع الأهالي وإشراك الأهالي بالملف الأمني بالتأكيد سنصل إلى راحب إيجابية هذا العنصر معالي الوزير في الحديث عن التعاون مع الأهالي تعلم جيدا أنه يمكن أن يكون سيفا ذا حدين يمكن أن يؤدي إلى مشاكل إلى حرب أهلية أو إلى اقتتال أهلي وتتعلم ذلك جيدا أنتم وزارة لديكم أجهزة وسائل أمنية ومخابراتية واتهمتم كثيرا الداخلية العراقية اتهمت كثيرا بالفشل بل إنها كانت محلة سخرية سابقة سابقة الآن نحقق انتصارات والكل يشهد أن الكثير من هذه المناطق كان السرق للاتحادية والرد السريع أبطال الداخلية في الوصول إلى أعقد المناطق والشعب العراقي في هذه المناطق يعلم من هم أبناء الداخلية وأبطال الداخلية وكيف يتعاملون دائما نشدد على التعامل يتصرفون بطريقة مهنية مهنية وفق مبادئ حقوق الإنسان وإذا أشرت لدينا منظمات دولية منظمات حقوق الإنسان تؤشر على وجود حالات تجاوز أو خرق للقانون أو تعسف بالتأكيد هؤلاء يحالون إلى المحاكم العسكرية ولدينا محاكم قوى الأبن الداخلي وأحلت في الشهر الماضي 45 لابط ومنتسب من الداخلية قاموا بتجاوزات على حقوق المواطنين التجاوزات والانتهاكات في الأحوال العادية سيد الأعرجي مفهومة لكنك تعلم جيدا أن العراق الآن لا يزال فيه عناصر العناصر الطائفية والمذهبية ولا تزال تفعل فعلها في المواقف وفي المشاعر هل تتعاملون مع هذه الموضوعات بكل جدية لأن ملف قوات الحشد الشعبي يعود دائما إلى السطح سواء عن طريق منظمات دولية كما تقول أو من مواطنين عراقيين ما هي المعايير التي تسند عليها وزارة الداخلية لكي تؤدي وظيفتها كوزارة داخلية بمفهوم قانون ديمقراطي يعني أن تنظر للعراق وأنت في داخل العراق يختلف أن النظر للعراق من خارج العراق عندما تكون في العراق وتستطيع أن تذهب لأي مكان وتلتقي بأي جهة وتلتقي بأي مواطن سوف تكون لديك صورة حقيقية عن الوضع ما يقال عن قضايا طائفية وانتهاكات هذا شيء مبالغ به قد تكون في السنوات السابقة له مصداقية وصحة في هذه ولكن الآن تجاوزنا هذا كثيرا هناك بعض الطائفية السياسية طائفية السياسية لدى بعض السياسيين ولكن التعامل مع المواطنين وقضاء حوائجهم وإعادة النازحين هذا ملف مهم جدا الحشد الشعبي أنا لا أقول لا توجد هناك انتهاكات من بعض أفراد الحشد ولكن ليس بتوجيهات مركزية وإنما بتصرفات شخصية ولهذا الحشد لديه جهاز أمني يعتقل هؤلاء ويرسلهم إلى المحاكم الاتحادية المشكلة أن الحشد الشعبي لذلك عدد كبير من هؤلاء محكومين وفق القضاء العراقي المشكلة أن الحشد الشعبي سيد الوزير الحشد الشعبي ظاهر غير عادية وإذا لم يتم تأطيره أو تقنينه أو دمجه قد يصبح دولة في قلب دولة وقد يعوق مهام وزارة الداخلية وهو يعوقها إلى حد ما في بعض الحالات كما تقول أتفق مع جنابك ولكن عندما يكون هناك عدم سيطرة من الحكومة الآن الحج الشعبي لديه قانون مصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي وخاضع لتوجيهات القائد العام القوات المسلحة ننتظر موحلة ما بعد تنظيم داعش الأوهابي ستكون هناك حالة معادة التنظيم وتقنين قضية القانون الحشد بحيث يكون هناك ضوابط وتعليمات ويخضعون للقضاء العسكري يعني الحشد سيظل قائما سيظل قائما لديه قانون لديه قانون في مجلس النواب العراقي ماذا عن أساسه المذهبي العقائد 152 ألف منتصف الحشد الشعبي أكثر من 52 ألف من الحشد الشعبي من المناطق الغربية من الأنباري وصلاح الدين والموصل ومن المسيحي الموجودين لا نقبل بأي تعامل مذهبي ولكن بدايات تأسيس الحشد الشعبي أثر فتوة الإمام السيستاني أدام الله بقاءه أهب أبناء المحافظات الوسط والجنوب هل ننتظر داعش يأخذ العراق بأكمله حتى تأتي بقية المكونات في أول يوم على سبيل المثال عندما يشبح عريق في بيت ويهب الناس لإطفاءها هل نقول أنت من حقك هذا ليس من حقه المهم أن نطفئ النار ونجلس ونتحارى ونتفاهم للترتيب من يثبت أن هذا الشخص سيء ووجوده في الحجد الشعبي يكون فيه ضرار لا بد أن يطرد ويتم تنظيف هذه المؤسسة من كل الشوائب كما هي حال وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ولكن أنا أعتقد أن الإعلام أعطى تشويش حول الحجد الشعبي مبالغ فيه أنا لا أقول أن الحجد الشعبي مئة بالمئة هو أعماله وفق القانون لكن هذا لا يعني أن الحجد الشعبي سيء إلى الدوجة التي يتهم بها طيب الآن هناك ملف آخر أنا متأكد أنه يتصدر ملفات وزارتك معالي الوزير ظاهرة الاختطاف التي يشتكي منها كثير من العراقيين ماذا تقول عنها مبدئياً الخطف حالة مخالفة للقانون وجريمة يحاسب عليها القانون العراقي وأيضاً نحن كوزارة الداخلية اعترضنا على ما طرحه مجلس النواب العراقي من شمول الخاطفين بعملية العفو وهذا سبب لنا حرج كبير لأن الكثير من الخاطفين يستحقون العقاب وأن يبقون في السجون ولكن أنا عملت شخصياً بشقين التفاهم مع كثير من الجهات التي أعتقد أنها وراء عمليات الخطف وأيضاً من يثبت لدينا أنه اشترك بعمليات خطف ويقفون ويمحدد الأشخاص والمعلومات أن نلقي القبض عليهم وفوق مذكرات قضائية ونوصلهم إلى المحاكمة العراقية الآن توجد هناك عمليات خطف لكن قليلة جداً قياساً للسنوات الماضية وأكثرها لقضايا اقتصادية هناك وضع اقتصادية في العراق بسبب انخفاض النفط واعتماد العراق وارداته فقط على النفط هناك نشطة بعض العصابات لخطف بعض منهم ميسوري الحال من أجل الابتزاز الأموال والحصول على أموال ولكن وزارة الداخلية تلاحقها كيف سيد الوزير يتساءل المتسائل كيف لعصابات من هذا القبيل أن تنشط في مجتمع معروف بتقاليده الاجتماعية في النخوة والشهامة والدفاع عن الجار هناك من يقول لأن الفساد ضرب أطنابه في دوائر الإدارة لا أريد أن أقول أبو باشرة هناك من يقول وزارة الداخلية تعاني من الفساد ماذا أنتم فاعلون وتحدثت أنت عن فصل السلطات وعن الاعتماد على القضاء لكن ما يحصل حتى عندما تصدر أحكام من القضاء لا تنفذ بسبب نفوذ وسطوة موظفين الدولة موظفي وزارة الداخلية الجريمة في كل مكان من دول العالم لا يوجد بلد في العالم ليست فيه الجريمة والجريمة الجنائية والجريمة المنظمة وعمليات التحريب والاتجار بالبشر والشعب العراقي حاله حال أي شعب في العالم ولكن بلد منذ 2003 عاش خلافات مذهبية حرب طائفية احتلال أمريكي تنظيم القاعدة من ثم تنظيم داعش بالتأكيد هناك جماعات هي سيئة تستغل تجتمع من أجل القيام بأعمالها الإجوامية ولكن هذا لا يعني أننا نقف مكتوفي الأيدي أمام هؤلاء المجرمين الذين يعبثون بأمن المواطن وبحياة المواطنين لن نسمح لأي جهة كانت أو لأي مجموعة أن تعبث بأمن المواطن والقيام بحالات الخطف نعم هناك بعض حالات خطف التي نلقي القبض عليهم ويتبين هناك بعض الاتفاقات مع بعض الأشخاص من أجل كسب أموال أو بعض العوائل من أجل حفظ سمعة هذه البنت التي ذهبت مع عشيقها تأتي وتبلغ أنها حصلت عملية خطف لهذه البنت وبالتالي نحاول هذا لا يمكن تبسيط الموضوع هذا لا أبسط الموضوع ولكن في وزارة الداخلية نعم هناك فساد إداري ومالي في وزارة الداخلية ولدينا جهات رقابية المفتش العام ديواني ورقابة المالية الشؤون الداخلية ووزارة الداخلية تعمل بشكل متواصل وعندما تثبت لدينا الأدلة لمن يقوم بوجود فساد يحاسب ونذهب به إلى القضاء لكن هل وصلنا إلى مرحلة أنه الطموح في قضاء على الفساد ما زلنا في دون مستوى الطموح هذه مسألة مهمة لأنه كما قلت العراق إذا كان يتلمس طريقها على سبيل الديمقراطية التحديات لا تزال كبيرة من التحديات التي يواجهها العراق العلاقات الإقليمية ومن الانتقادات أو التساؤلات بالأحرى التي ثارت مؤخرا تصريحاتك عن العلاقات العراقية السعودية ولا بد أن أعرج على هذا الموضوع هل ترى أن العلاقات العراقية السعودية يمكن أن تتحسن والأهم من ذلك أن تكون وسيلة لرأب الصدع أو الشقاق الإقليمي بين السعودية وإيران طبعا العلاقات السعودية العراقية متميزة وتطورت بشكل كبير وهذا ضمن رغبة صادقة والجادة بين البلدين والسيد العبادي سيكون في المملكة العربية السعودية يوم 22 أكتوبر لحضور مؤتمر استثماري ما بين البلدين وهناك رغبة سعودية كبيرة في الاستثمار داخل العراق وأيضا نطمح أن تكون هذه العلاقات مثالا للعلاقات في المنطقة ونسعى بالصدع ما بين الجميع نحن نعتقد ما زلنا نعتقد أن العلاقات الإيرانية السعودية عندما تشهد هدوءا وانسجاما وتعود العلاقة الطبيعية سوف يكون هناك أثر إيجابي على المنطقة حتى العلاقات الإيرانية الأمريكية عندما تكون هادئة وتكون هناك حالة من الحوار سيكون في مصلحة المنطقة بأجمعها لا نريد أن تكون علاقات العراق متشنجة مع الدول العربية العراق جزء من الأمة العربية يجب أن تكون لديه علاقات متوازنة مع كل الدول العربية وخصوص الدول الخليج كيف ذلك؟ والتوتر على أشده بين طهران والرياض إذا كان للعلاق أي رغبة في أن يكون صلة وصل التحدي الكبير في هذا الشقاق الكبير بين الإيرانيين والسعوديين نحن نبحث عن مصلحة العراق أينما تكون مصلحة العراق نذهب ومصلحة الآخرين هم يجدون مصلحة أين يجدونها فليذهبوا إليها نحن نبحث عن أمن المواطن العراقي ومصلحة المواطن العراقي تقولون هذا للسعوديين والإيرانيين على حد سواء وأنا أقوله للبيبي سي ويسمعه الجميع ونسعى أن تكون العلاقات نتمنى أن تكون العلاقات السعودية الإيرانية علاقة طيبة وإيجابية نرى أن ذلك يصب في مصلحة العراق والمنطقة وكذلك العلاقات الإيرانية والأمريكية العلاقات العراقية والقطرية والبحرينية والكويتية وعمان وكل الدول العربية علاقتنا يجب أن تكون متوازنة ومتميزة مع إيران وتركيا والأردن وسوريا والكويت والمملكة العربية السعودية والمملكة العربية السعودية بلد كبير ومفتاح دول خديج العربية السعودية السيد معالي وزير الداخل العراقي قاسم العرجي شكرا جزيلا لك لوجودك معنا في بلاقي شكرا لك ببسي اشتركوا في القناة